بلغة الاستراتيجيات بعيدة المدى تصدر الخارجية الأمريكية قرارها بتعيين فريق مختص لمتابعة الملف السوري بقيادة السفير السابق في العراق وتركيا جيمس جيفري ليكون أمام مرحلة جديدة من تعاطي واشنطن مع الشأن السوري يعود ميلادها لقمة هيلسينكي التي جمعت دونالد ترامب بنظيره الروسي بلاديمير بوتين فريق جيفري حمل على عاتقه أولويات ثلاثة تتضح خلالها الرؤية الأمريكية تجاه الملف السوري تتمثل في هزيمة تنظيم داعش ومنع عودته إلى شمال شرق سوريا ولهذا الهدف شكلت واشنطن التحالف الدولي لقتال داعش في سوريا والعراق الذي أتم عامه الرابع ويحضر لمعاركه الأخيرة ضد داعش في منطقة هجين شرق دير الزهور المسعى الأمريكي الثاني يعني بتقليص النفوذ الإيراني وهو مسعى تشارك فيه إسرائيل ولا تمتثل له طهران وآخر جهود واشنطن بخصوصه لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو واتفاقهما على الإسراع في إخراج الميليشيات الإيرانية من عموم سوريا ثالث الأولويات الأمريكية في سوريا تنطلق من اعتبارات سياسية فعلى جفري أن يبذل جهده لتطبيق القرارات الأممية ذات صلة بتسوية سياسية شاملة والضغط على موسكو بهذا الاتجاه أتضاف إلى تلك الأولويات الثلاث بنود أخرى تلخص نظرة واشنطن الجديدة لإملف سوري لعل أبرزها الحديث عن فرض منطقة حضر جوين وبري شمال شرق سوريا لحين إتمام الحل السياسي